اهلا بكم مشاهدين لجولتنا في السوق لهذا اليوم نقدمها لكم من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيها بنمون يبلغ 5.9% مصر تقود قاطرة الاقتصاديات بشمال افريقيا بنك السودان المركزي يعلن عن نهج جديد في سياسات 2020 اهلا بكم في التفاصيل توقعت مؤسسة فيتش سوليوشن ان تحقق اقتصادات شمال افريقيا نموا بمعدل 4.2% خلال العام المقبل ذكرت الوكالة ان الاقتصاد المصري سيكون الاسرع نموا في اقتصادات شمال افريقيا متوقعة ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 5.9% فضلا عن مو النفقات الرأسمالية التي تستهدف او تستهدف بواقع 40% خلال العام المالي 2019-2020 نبطة في مصر حيث اعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو او لأكثر من 4 تريليونات جنيه في نهاية اكتوبر الماضي مسجلا زيادة قدرها 160 مليار جنيه بمعدل اربعة واثنين من عشرة بالمئة اوضح البنك ان الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو اشباه النقود بمقدار مائة وثلاثين ونصف مليار جنيه بمعدل اربعة واربعة من عشرة بالمئة والنمو المعروض النقدي بمقدار 29 مليار جنيه بمعدل ثلاثة واثنين من عشرة بالمئة جاءت الزيادة في المعروض النقدي نتيجة الارتفاع الودائع بالعملة المحلية بنحو خمسة عشر مليار واربعمائة مليون جنيه مصري وكذلك ارتفاع النقدي المتداول خارج الجهاز المصرفي بمعدل ثلاثة بالمئة اشتركوا في القناة علي الادريسي مرحبا بك انا دكتور في اصوديات الغد بالقاهرة وكل عام وانت بخير كل سلام حضرك طيب التوقعات دكتور تشير الاستمرار تصدر الاقتصاد المصري صدرت اقتصادات شمال افريقيا من حيث معدلات النمو ما الذي يدعم معدلات نمو الاقتصاد المصري في السنوات الاخيرة يمكن بنامج الصح الاقتصادي اللي مصر امي بي كان ليه ضوء كبير جدا فيه خلق نوع من انواع اللي انت عاشها الكتير من القطاعات بجانب طبعا مجموعة من القرارات والقوانين اللي تم اتخاذها متعلقة بالشأن الاقتصادي واللي قدرت ان هي تساهم وتدعم كتير من القطاعات الاساسية بيجي طبعا مجموعة من القطاعات على رأسها طبعا قطاع الصناعات الاستخراجية نحن نتكلم على البترول والغاز وزاي ان الصناعات دي قدرت ان هي تخلق يعني تقدم ملحوظ ومعادلات نمو ملحوظة جدا قدرت ان هي تدعم معادلات النمو الاقتصادي وده يمكن واضح نتيجة الاتفاقيات اللي مصر امي بيها مع عديد من الشركات الاجنبية العاملة في هذا القطاع واللي كمان النتيجة بتاعته بقت واضحة عن طريق الغاز وزاي ان احنا نحقق مستورات اكتفاء ذاتي وبعد كده بقى فيه افاق للتصدير دي كلها خطوات بقت مهمة جدا بالنسبة للشأن الاقتصادي بجانب طبعا قطاع القشيد والبناء وده يمكن من القطاعات اللي اتحركت بشكل كبير الفترة الاخيرة يمكن دور الدولة فكرة 14 مدينة جديدة وكمان اتاحة المجال امام القطاع الخاص الاستثمارات العربية اللي دخلت في هذا القطاع بقوة دي كلها هكيد دعمت هذا القطاع ورفعت من معدلات النمو بجانب ايضا القطاعات الاخرى سواء بنتحدث عن قطاع التجارة بنتكلم على قطاعات زي الصناعة والذاعة لكن يمكن زي ما احنا بدأنا كان هناك مهم ملحوظ ايضا في قطاع السياح بالضبط قطاع السياحة طبعا واحد من القطاعات اللي يمكن الفترة الاخيرة بالاخص يمكن من 2018 و2019 حصل نقلة كبيرة جدا في حجم الاراضات وعدد الثائحين اللي بيزوروا مصر مع توقعات ايجابية الفترة اللي جاية ويمكن حتى قطاع السياحة بينظر لي مش بس دعمه لي معادلات النمو اقصادي وبس ولكن كمان كواحد من اهم المصادر الدولارية للاخصاد المصري واللي كمان انعكست بالاجابة على اتفاع سعر صف جنيه مصري امام العملات الاجنبية طيب كانوا لك بيان للبنك المركزي المصري اليوم افاد انه هناك قيمة السيولة المتداولة في مصر تجاوزت اربع تريليونات جنيه مصري ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن بالنسبة لاقتصاد الشارع بشكل بسيط السيولة واحدة من اهم الجوانب اللي بينظر ليها المستثمين بينظر ليها المواطن لكن المستثمين كمان بشكل اقبر فكرة ان يتوفى السيولة داخل الاقتصادية ان هو يخلق نوع من انواع الرواج داخل السوق اعملية البيع والشارع ان هي تبقى بشكل اقبل فكرة توفير الاقتمان كمان ده جزئية مهمة جدا بالنسبة للمواطن اللي بيطلب الحصول على قروض وبالاخص كمان مع تراجع اسعار الفايدة الفترة الاخيرة احنا شفنا ازاي في 2019 تراجع في اسعار الفايدة باقتر من 3.5% ويمكن لما نجمحها مع 2018 اللي في المجمع حوالي 5.5% كتخفيض من اسعار الفايدة ده اكيد جزء مهم جدا زي ان احنا نقدر نوفر الاقتمان بالنسبة للمواطن بالنسبة للمستثمر زي ان ده وتيخلق نوع من انواع الرواج في السوق الفترة اللي جاية يعني معناها تشجيع للاستثمار بشكل اكبر معناها زيادة في الانتاج فبالتالي السيولة واحدة من النقاط المهمة جدا اللي بيدم البحث عنها داخل اي اقتصاد وبالتالي زيادة هذه معدلات السيولة ده جزء مهم جدا بيدي مؤشر ايجابي نحو الاقتصاد المصري واحنا شايفين زيادات متتالية وده جزء مهم جدا بمناسبة حديثك عن اسعار الفايدة كان هناك اجتماع اخر ديسمبر وتم تأجيله لحين اعتماد مجلس الادارة الجديد للبنك المكازي المصري في خلال الاجتماع القادم ماذا تتوقع ان يكون اتجاه لجنة السياسة النقدية اتوقع ان الاجتماع الجاي ممكن يكون تثبيت لاسعار الفايدة وبعد كده هيبتدي يتم النظر مرة اخرى لمعادلات التضخم في حال التراجع معادلات التضخم اكيد ده هيدفع البنك المكازي ان هو يخفض اسعار الفايدة مرة اخرى احنا خلال بنامج الاصلاح الاقتصادي اتفعت اسعار الفايدة حوالي 7% تم التراجع عن حوالي 5.5% من هذا الرقم يتبقى حوالي 1.5% كسعر الفايدة ونبتدي نوصل للمعادلات اللي هي ما قبل بنامج الاصلاح الاقتصادي وده المتوقع الفترة الجاية ان هو يبقى موجود لكن انا بتوقع تثبيت لان احنا كنا لسه مخفضين 3 مرات متتالية وبالتالي هيحتاج البنك المكازي ان يعمل نوع من انواع الاستقرار بعض الشيء وبعد كده لان بعده في جزئية لازم ننظر اليها بالقوة وهو المستثم الاجنبي او الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين الحكومي الاستثمارات الاجنبية دي غير مباشرة بتتأثر بشكل كبير جدا بتأثر سعر الفايدة فبالتالي لازم اكون انا كاقتصاد مأمن مصادر الدولارية بتاعتي غير مؤلدة لتكلفة او لدين لها الصادرات وتحولات المصري من الخارج والسياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة ورداد قناة السويسس لان المصادر دي يكون بتحقق زيادات كبيرة جدا بحيث ان انا ما بقاش معاول على الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالتالي حتى لو قلت بالنسبة لي احافظ على لا يوشكل خطور بالضبط وفي نفس الوقت ابقى محافظ على ارتفاع سعر صف الجنيه المصري امام العملات الاجنبية لان حتى ابتدى يبقى فيه بعض توقعات الناتجة عن ان يحصل تراجع بشكل واضح فيه اسعار فايدة مرة اخرى فبالتالي تخفض هذه الاستثمارات فيمكن فيه مؤسسات كثيرة او توقعات من كثير من الخبراء ان ممكن يحصل نوع من انواع التثبيت لسعر صف الجنيه امام العملات الاجنبية وان هو ما اشهدش الاتفاع مرة اخرى نتيجة تراجع هذه الاستثمارات وبالتالي لابد ان يحصل نوع من انواع التثبيت بعض الشيء موزنة بالضبط طيب لو تحددنا عن موضوع اخر موضوع طرح شركات القطاع قطاع العمل الحكومي في البورصة المصرية رئيس البورصة اليوم اشار الى انه البورصة بتترقب طرح من 3 الى 4 شركات في البورصة خلال عام 2020 كيف كانت عملية الطرح او التجربة الحكومية من خلال طرح شركة او اكثر في البورصة خلال 2019 وكيف تتوقع ان تتم عملية الطرح خلال العام عملية الطرحات الحكومية دايما هي طرحات بتتمتع بالثقة ودايما بيبقى عليها اقبال كبير جدا لان الطرحات الخاصة بالشركات بتبقى شركات ربحة ما فيش شركة بتخسر بيتم تحارف في البورصة فبالتالي الشركات دايما بتبقى عليها قبول كبير جدا وفي نفس الوقت هي يعني خلينا نقول نجاح لكافة الاطراف يعني الشركات دايما لو هي بتحقق حتى معدلات ارباح فبتخلها مع البورصة وتوسيع قاعدة الملكية زيادة طرس المال هتبتل ان هي تعمل هيكلة اكبر هتقدر ان هي تحقق ارباح اكتر ده جزء جزء تاني ان وضع البورصة المصرية في الفترة الاخيرة محتاج للطرحات دايما لانه محتاج ان يحصل ان تعاش فيها بشكل اكبر محتاج ان يبقى موجود الشركات دايما يقدر ان هو يجذب عدد اكبر من المستثمرين سواء من المستثمرين المصريين او المستثمرين الاجانب والعرب وبالتالي هي دورها مهمة جدا اتأجلت عدة مرات وكان السبب هو عدم خلينا نقول استقرار الوضع في البورصة الفترة الماضية وان هي ما كانتش محفزة بعض الشيء لدخول هذه الشركات وكان في تخوف ان الشركات دي قيمتها السوقية او ان هي ما تحققش المرجو من طرحها وبالتالي ان توقع الفترة اللي جاية ان يتم طرحها تدريجيا وانه في نفس الوقت تعمل نجاح لجميع الاطاف المشاكل دكتور علي الادريسي المحلل الاقتصادي شكرا جزيلا شكرا لك اعلن محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم عن سياسات البنك للعام 2020 والتي ارتكزت على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي لجانب الرقابة على المصارف اعلن بدر الدين انه لأول مرة يخرج المركزي من عمليات الشراء وتصدير الذهب في البلاد ويشجع المصارف على وضع تنفيذ خطط استراتيجية للعمل بالاضافة الى رفع سقف التمويل الاصغر الى مليون ونصف المليون جنيه سوداني بالاضافة ايضا الى بدء البنك في استعادة العلاقات المصرفية الخارجية وتشجيع تحويلات المغتربين ولمزيد من المتابعين ضمنين من العاصمة السودانية خرطوم مرسلنا احمد العربي احمد ضعنا في تفاصيل ما جاء في بيان البنك المركزي السوداني نعم يعني هذا القرار قرار خروج البنك المركزي من عمليات شراء وتصدير الذهب يعتبر القرار الابرز وسط السياسات اللقدية والمصرفية الى جانب عدد من القرارات لكن هذا القرار الذي تم تداوله بشكل كبير جدا في الايام السابقة لكن الان رسميا خروج البنك من استيراد وشراء الذهب وهي خطوة باحتبارها مشجعة خاصة ان التعدين وانتاج الذهب يرتفع ويساهم بشكل كبير جدا في دعم الموازنة بالاضافة الى ايضا استعادة علاقات البنك الخارجية موضوع التحويلات واستعادة توازن البنوك البنوك تعرضت لهزة كبيرة جدا في العام السابق خاصة في تعاملات العملاء واحجم العدد كبير جدا من السودانيين عن ايداع اموالهم لدى البنوك السودانية حيث كان هناك تعثر كبير جدا في الحصول عليها مرة اخرى البنك ينوي احداث التوازن واستعادة الثقة في النظام المصرفي في السودان بالاضافة الى عمليات شبكات الامان المالي والتنويل الاصغر وسياسات هذا التنويل ورفع ايضا نسبة المستفيدين من عمليات التنويل الاصغر بالاضافة الى رفع قيمة التنويل الى مليون ونصف المليون جنيه لتشجيع عدد من صغار المنتجين شكرا جزيلا احمد العربي على كل هذه التفاصيل مرسلنا من الخرطوم احمد العربي شكرا لك جولتنا في السوق مستمرة معكم وتتابعون فيها سبعة مليارات دولار احتياطي تونس من العملة الصعبة بنهاية الفين وتسعة عشر ألا بكم من جديد كشفت بيانات البنك المركزية تونسي ارتفاع احتياطي البلاد الاجنبي مع نهاية الفين وتسعة عشر الى سبعة مليارات دولار امريكي بزيادة بثمانية وثلاثين ونصف بالمئة عن العام السابق في نوفمبر الماضي زادت احتياطيات البلاد من العملات الاجنبية بدعم من انتعاش قويا لقطاع السياحة والتي قفزت الى ثمانية وثلاثين بالمئة في الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي لتصل الى خمسة مليارات دينار ورغم استقرار بعض المؤشرات فلا تزال نسبة البطالة في مستوى خمسة عشر وواحد من عشر بالمئة ونسبة التضخم عند ستة وثلاثة من عشر بالمئة ونسبة النمو بحدود واحد واربع من عشر بالمئة بينما يبلغ العجز في الموازنة ثلاثة ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمتابع انضموا لينا من العاصمة التونسية خبيرة الاقصاد جنات عبدالله مرحبا بك معنا سيدة جنات كل عام وأنت بخير نتحدث عن ارتفاع في قيمة الاحتياطيات الموجودة لدى المركزي التونسي في تصورك ماذا دعم هذا الارتفاع؟ نعم مساء الخير وكل عام وأنتم بخير كما أشرت في المقدمة أن المؤشرات الاقتصادية لا تتوافق مع ما أعلن عنه البنك المركزي من تحسن للاحتياطي من العملة الصعبة إذن نقاط استفهام عديدة سنات لهذا النقاط ولكن سؤالي عن الذي دعم زيادة هذه النسبة أو قيمة الاحتياط الموجودة نعم نعم كما أشار البنك المركزي هذه الزيادة يعني هذا التحسن يعود إلى تحسن عائدات القطاع السياحي وهو ما تم تجيله أيضا في نفس الفترة بالنسبة للسنة الماضية أيضا هناك تحسن ربما في بداخيل التونسيين العاملين بالخارج ولكن دعني أعود إلى نقطة البداية علامات الاستفهام نضع أمامه عليه لم ينعكس على باقي المؤشرات بالاعتبار أن نسبة النمو نعم نسبة النمو نسبة النمو يعني ضعيفة وضعيفة جدا في حدود 1% نسبة البطالة أيضا نسبة التدخم وأيضا عجز الميزان التجاري الذي لا يزال في تفاقم متواصل وقد بلغ مستويات قياسية لم يسبق أن سجلها الاقتصاد الوطني اليوم ومن هذا المنبر ندعو البنك المركزي لنشر البيانات المتعلقة بالميزان الدفوعات لأنه نحتكم فقط إلى الميزان التجاري وباقي بالنسبة للبيانات المتعلقة بالميزان الدفوعات هي من مشمولات البنك المركزي وهنا نسأل البنك المركزي عن مصادر هذا التحسن هل حقيقة أن هذه المصادر هي متأتية من تحسن يعني الوضع الاقتصادي الداخلي أم أن هذا التحسن يعود إلى تعبيئة الاحتياط من القروض والهبات الخارجية وبالتالي اليوم في ظل هذه المؤشرات الاقتصادية والمالية التي لازلت ضعيفة جدا لا يمكن الحديث عن تحسن الاحتياط من العملة باعتبار أن الصادرات التونيسية هي في تراجع مستمر أمام الارتفاع المتواصل للتوريد إذن الميزان التجاري هو مختل لصالح الواردات وبالتالي الحديث اليوم عن تراجع العجل الجاري من 9.9% بالنسبة للإحدى عشر الأشر الأولى هذه يعني لصدر الماضي إلى 7.9% هذا التراجع ندعو البنك المركزي أن يوضح في بيان يعني لاحق هذا أسباب ومصادر هذا التحسن طيب هل انعكست هذه الزيادة على قيمة الدينار سيدة جنات العملة المحلية؟ نعم هو قبل الدخول في الانتخابات الأخيرة التشريعية والرئاسية كان هناك تحسن لقيمة الدينار وكل الخبراء فسروا هذا التحسن بالتوظيف السياسي لبيانات البنك المركزي لصالح الوضع الاقتصادي وربما هي رسالة للمستثمين ورسالة المستثمين الأجانب والتونسيين بدرجة أقل أن هذا التحسن يعود إلى تحسن الصادرات التونسية وتعلمون أن قيمة الدينار مرتبطة بوضعية الميزان التجاري وميزان الدفوعات وكما أشرت أن عجز الميزان التجاري في تفاقم يعني متواصل وبلغ مستويات قياسية وبالتالي دقات استفهام أيضا أمام حقيقة هذه الانتعاشة الظرفية للدينار التونسي واليوم تتواصل هذه الانتعاشة وما نخشاه أنه مع بداية السنة يعني بداية شهر الحالي أن تعود المؤشرات إلى حقيقتها وبالتالي إذن نؤكد على أن هذه البيانات نضع أمامها نقاط استفهام الأيام القليلة القادمة ستؤكد أو تفند ما نقوله اليوم وضحت أشكرك جزيلا شكرا جنة عبدالله الخبير الاقتصادية كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك صدقت حكومة سلطنة عمان على موازنة العام 2020 بجمالي انفاق يقدر بنحو 13 مليار و200 مليون ريال أو ما يعادل 34 مليار و380 مليون دولار بزيادة ب2% عن انفاق العام الماضي تبلغ الإرادات المتوقعة في الموازنة 27 مليار و690 مليون دولار بزيادة تبلغ 6% عن الإرادات المقدرة في العام الماضي ومن المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو 6 مليار و470 مليون دولار بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي على أن يتم تمويل نسبة 80% من هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي أعلنت شركة سناتراك الجزائرية للطاقة عزمها توقيع عقد مع مجموعة تيكنيكاس روني داس الإسبانية وشركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية وذلك لإنشاء محطة لتكرير النفط بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار ذكرت الشركة أن المشروع يستهدف إنشاء محطة لتكرير الخام بطاقة 5 مليون طن سنويا جنوبية الجزائر ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد الإسبوع المقبل حيث تم التوصل للاتفاق بعد مناقصة أطلقتها سناتراك عام 2017 أعلن البنك المركزي الصيني أنه خفض الاحتياطيات الإزامية التي ينبغي على جميع البنوك لإحتفاظ بها ليتيح سيولة بـ 114 مليار 910 مليون دولار من أجل دعم الاقتصاد المتباطئ ذكر البنك أنه سيخفض نسبة الاحتياطي للزميل البنوك بوقع 50 نقطة أساس اعتبارا من السادس من الشهر الجاري وخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي للزميل ثماني مرات منذ أوائل العام 2018 لتحفيز الإقراض المصرفي مع طباط النمو الاخصادي إلى أضعف وطيرة في نحو 30 عاما إلى هنا مشاهدين تنتهي جولتنا في السوق لهذا اليوم قدمنا لكم القناة الغد في القاهرة وتابعتم فيها بنمو يبلغ 5.9% مصر تقود قاطرة الاقتصادات بشمال إفريقيا بنك السودان المركزي يعلن عن نهج جديد في سياسات 2020 شكرا جزيلا لكم مشاهدين على طيب المتابعة دمتم دوما في آمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة